بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مرة تانية لكل طلاب وطالبات كل الامهات وكل اولاء الامور اللي متابعين معنا الشرحي النهاردة باذن الله هنلتقي مع الديجستف سيستم الخاص بالانسان وبعد كده هناخد 2 موديلز على الديجستف سيستم الخاص بالحيوان ما تنسوش تعملونا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان نستمر في شرح في الاول بناخد الاكتيفتي نومبر 9 وده الخاص بالهيومان ديجستف سيستم بنقرأ مجموعة من التيكتس بستخدم او بنستنتج منها مجموعة من المعلومات المهمة الخاصة بالديجستف سيستم ايه هي مكونات الديجستف سيستم وده اللي بنسميها الورجنز بندرس المين اورجنز بس مش بندرس كل مجم بندرس وظيفة كل اورجن وكمان فايدة كل اورجن وبنوصل في النهاية ان ديجستف سيستم الخاص بالانسان هو ربنا عاملهن عشان نقدر نعمل عشان نقدر نتكيف مع الظروف البيئية اللي احنا عايشين فيها وعشان نقدر نكمل حياتنا ودي فايدة ديجستف سيستم في الاول بيتكلم على ديجستف فود او الطعام المهدوم ده احنا بنستندج منه ايه او بناخد منه ايه بناخد منه الانرجي تب الانرجي دي خاصة بايه خاصة بانها بتساعدنا على ان احنا نقوم بالانشطة اليومية اللي خاصة بينا بس احنا بنقوم بانشطة يومية ما بنحسش بيها العنشطة اللي بنحسش بيها بتبقى inside your body داخل جسمك زي ايه زي عملية التنفس انك تعمل breathing by using your lungs هتستخدم اللانجز اللي هي الرأتين زي ايه beating of your heart نبضات القلب بتاعك دي برضو دي حاجات لازم انت بتبزل مجهود فيها بس ما بتبانش وبالتالي انت محتاج هنا digestive food او المغازيات عشان تقدر تقوم بالنمالية الحيوية داخل الجسم دي منسمها العمالية الحيوية داخل الجسم كمان your brain to think يعني دماغك عشان تقدر تفكر عشان تقدر تفكر برضو انت محتاج الحاجات دي يبقى في الاول بنقول اهمية digestive food او nutrients اللي احنا بنستفيدها بتطلع لي من ايه او من اللي بيجهزها لي هو digestive system او human digestive system يبقى بيقول لي في التكست that your body gets nutrients from food it's get energy from some of these nutrients nutrients بيدينا energy تبقى فائدة energy you need energy to walk عشان تقدر تمشي to talk عشان تقدر تتكلم to sleep عشان تقدر تنام تخيل عشان تقدر تنام لازم تقدر تاكل كويس you also need energy for your body to function on the inside العمليات او الوظيفية او الحيوية داخل الجسم هتكلم عنها you need energy for your heart to beat عشان يبدأ قلبك ينبض you need energy to breathe or breathe عشان رئتيك تقدر تساعدك على عملية التنفس and your brain to think عشان دماغك تقدر تفكر وتقدر تحلم مسائل وتقدر تذاكر وتبزل العمليات الذهنية اللي انت بتقوم به تعالى نتكلم على digestive system digestive system بيتكلم برضو اهميته انهو بيديني النيوترانز كلمة مهمة نيوترانز نيوترانز اللي هي digestive food بنستخدم بنجيبه منين او مين اللي بيجهزهولي هو digestive system طيب ازاي بيجهزهولي ده اللي احنا هنتكلم عليه من خلال الارغانز الخاصة بالdigيستف سيستم بيقول your body uses the digestive system to get نيوترانز from food يبقى ايه تادي مهمة جدا ايه فايدة digestive system to get نيوترانز from food the digestive system made up of different organs طبعا احنا مش ندرس كل الارغانز الخاصة بال digestive system هندرس المين هنتكلم على المين الاجهة الاساسية لما نكبر ان شاء الله هنبدأ نتفرع وحنبدأ بقى نخش في التفاصيل البسيطة او الدقيقة الخاصة بال digestive system احنا بنتعرف بس كجنرال يعني هاجة جنرال كده نظر عامة على digestive system بيقول لي كل الاعضاء دي بتتكاتف او بتعمل مع بعضها ليه عشان تقدر تفتت الطعام الطعام اللي بيدخل جوه جسمنا عشان يبقى حيطة صغيرة سهل ان احنا جسمنا يستفيد بها او يستخدم تعال نشوف بقى digestive system الورجنز دي بتعمل ايه بداية من your mouth فمك هو البداية تعال نتعرف الاول على الورجنز الخاصة بال digestive system بعد كده هنبدأ نتكلم على ميكانيكية عملية الهضم عملية الهضم ازاي احنا بنحصل على المغذيات او digestive system بنقدر نستفيد بي تعال نتكلم على الكلام ده بس ما نعرف بعد ما نعرف الاول طبعا ده digestive system كامل الصورة دي مش علينا الصورة دي احنا علينا حاجات معينة من ده human digestive system بشكله الكامل تعال نتكلم على الأعجات الخاصة او المين اللي نتكلم معناها في جريت فور بس بعد كده هنبدأ ان شاء الله نتكلم على الأعجات دي بالتفصيل بعد كده لما نكبر الاول بنتعرف على الورجنز الخاصة بال human digestive system دي الرسمة الاساسية الموجود علينا اول حاجة الماث بعد كده esophagus stomach بعد كده small intestines large intestines enus ده اسمه ايه؟ human digestive system يبقى الأورجنز الخاصة بال human digestive system number one mouth mouth الفم number two esophagus esophagus المريء لو انت عايز اللوزة العربي esophagus بعد كده stomach stomach المعدة المعدة number four small intestines small intestines number five large intestines large intestines ودي الانس اللي هي فتمة الشرق طبعا مش كالبينها هنا هنتكلم بالأخص على الوظيف الخاصة بالmouth وال esophagus stomach small intestines large intestines تعال هنتكلم على الأول على mouth أو هنتكلم على digestive mechanics أو ميكانيكية عملية digestive system ازاي ان احنا بنستخدم أو بناخد المكونات الغذائية علشان يمتصع الجسم وياخد منها energy الطاقة زي ما احنا قلنا قبل كده تاني بنتكلم على الorgans الخاصة بالdigestive system بيقول لي organs بنكملهم في الشكل الشجري اللي قدامي ده الماث esophagus stomach small intestines large intestines لازم نحفظهم لكونوا حفظينهم كويس ما نقدرش أبدا نتكلم على أي حاجة فيهم من غير ما نبقوا حفظين الحاجة أساسها mouth esophagus stomach small intestines large intestines mouth esophagus stomach small intestines large intestines تعالنا نتكلم على أول حاجة mouth بعد كده esophagus بالترتيب ده stomach الترتيب ده مهم لازده يكون حفظه بعدين small intestines بعدين large intestines آخر حاجة بنتكلم عليها لأنه بيبقى بيخرج من خلالها الفضلات بتاعت الأكل أول حاجة بيقول لي digestion begins in your mouth طبعا إحنا هنرأى التكست وهنستنتج منه حاجات digestion بيستكلم أو هنا بيبدأ منين بيبدأ من your mouth when you take a bite of food عشان تاكل أطمة من الطعام أول ما تبدأ تاكل الطعام في حاجة اسمها slava slava ده خاص بإيه خاص باللعاب أو سائل الموجود داخل الفم إيه في عيدته moistens it and begins to break it down إيه في عيدة من على الطعام يبقى moistens أو moistens food and begins to break it down بيرطب الطعام وبيبدأ إنه هو يفتت الطعام عشان تقدر تفتته تب مين اللي بيفتته أو بي بيحطم الطعام أو بيطحن الطعام ويعمل ميكسنج مع السلايفة طبعا teeth and tongue جيبقى دي ونصيفة الأسنان واللسان لحد ما يبقى ناعم جدا وطار جدا طبعا في ناس بتبلع الطعام وهو لسه يعني ده مش صح يعني الصح إنك تطحن الطعام كويس جدا وبعدين تبدأ عملية البلع بالفربي بتاع البلع ده when you swallow لا تصوالو يعني تبلع your throat حلقك أو بيسميه بالعوم pushes the food into a tube بيبدأ يدفع الطعام ده لأنبوبة تانية الأنبوبة التانية دي اسمها ايه احنا بنتعامل كلنا مع أنابيب كل ده ماشي في أنابيب الأنبوبة بتودي الأنبوبة تانية بتودي الأنبوبة واحد كزا الأنبوبة دي اسمها ايه it's called esophagus الكلمة ايه esophagus اللي هو المريء this tube هذه الأنبوبة بتحتوي على عضلات muscles that move the food down into your stomach يعني بتدفع الطعام من esophagus يروح على السمك على المعدة طبعا المعدة لقصة تانية أو أوضة تانية بينزل فيها الطعام الطعام بيبقى داخل المعدة لعدة ساعة مدة مش قصيرة وبالتالي هنا في الجزء التاني من هيبدأ يتكلم على الطعام داخل السمك أو داخل المعدة ايه اللي بيحصل العصارات المعدية أو العصارات الهضمية بتبدأ تخلط الطعام بالعصارات الهضمية أو المعدية شامل الإنزيمات الموجودة بيبقى في المعدة لعدة ساعات حتى إنه يبقى عبارة عن سائر عمل زي الشربة نكس طبعا هل بيحصل هتبدأ المعدة بتدفعه لحتة تانية الحتة التانية دي اسمها ايه أو الأمجوبة التالتة دي اسمها ايه اسمها small intestine اللي هي الأمعاء الدقيقة بتمتازي الأمعاء الدقيقة إن هي تيوب بتلاقيها طويلة جدا لو أنت فردتها ممكن تعدي طولها more than six meters long طولها بيتعدى ستة أمطار يبقى بنقول يبقى هو بيصفها أنها تيوب بتبقى أنبوبة ملفوفة لف لف ببعضها كده بيبدأ يوصفها لو أنت فكتها من بعضها فرتها يعني عاملة زي بكرة تلقيت كده فرتها ممكن تبقى أكتر من ستة أمطار بيبدأ الطعام داخلها بيتحول إلى الأجات اللي هو الطعام المهضوب طبعا بيبدأ الكبد برضو بيديعو صعرات والبنكرياس بيديعو صعرات طبعا هو متكلمش على البنكرياس بشكل كبير ستبدأ بقى جدار اللي هي الانتستن بيمتص الحاجات بيساعده ان الطعام المهضوب او بيتحول لمغازيات المغازيات بتمتص داخل جدار الأمعاء الدقيقة اللي هي السمول انتستن تعالا نشوف تكملة الكلام ده بيقول كلمة بلود فيزلز تهردنا لها قبل كده في البنكوينز لو فاكرين دمتص داخل الأرعوية الدموية طبعا مين اللي بين الحاجات دي لجميع أعضاء الجسم الدم ودي أهمية الدم عنده بعد كده بيقول طبعا جسمنا ما بياخدش النجاة أو الأكل كله لازم بيبقى في حاجة اسمها فضلات بتخرج عن طريق الأينس أو فتحة الشرق بيقول يعني بتروح لأنبوبة ثانية أكبر يعني أو الأمعاء بيستموعة بالعربي الأمعاء الغليظة بتمتص المياه من الدائجست الماتيريال من الحاجات المش مهضومة اللي هي بتخرج طبعا عن طريق فتحة الشرق عندنا كلنا يعني بتخرج من جسمنا عن طريق الأينس طبعا ده كلنا عارفين الكلام ده كله بيستموعة بيستموعة الكثير يبا هي دي فايدة الديجست انه هو بيمنحنا القوة علشان نحن نقدر نمارس الأنشطة اليومية وكمان نمارس الأنشطة الداخلية جوا جسمنا زي نبضات القلب وعملية التنفس انه نقدر نمشي نقدر نشتغل نقدر نناعم نقدر نتكلم كل هزي الأنشطة بيمنح الديجست في سيستم يبقى الديجست في سيستم ده قد أوجه الادابتيشن أو الستركشورل ادابتيشن الطرق التكيف التركيبي أو الفيزيكال ادابتيشن الخاص بالإنسان بيبدأ نلخص الموضوع في مجموعة من الأسئلة ويز دايجست امبوردن ليه عملية الهضم دي مهمة بالنسبة للإنسان بنقوله على طول عشان نمكن خلايا الجسم يعني الديجست مهم جدا أو مسؤول على إنه بيفتت للطعام وبيحاول نحن قلنا قبل كده لحاجات نقدر الجسم إنه يمتصها ويستفيد بيحا نمبر بيقلي إكس بلين هاو ذا ماوث هالب دايجست فود إزاي ماوث ليه دور مهم طبعا عشان تفسص الكلام اللي احنا قلناه قبل كده أو ترتب الكلام اللي احنا قلناه قبل كده قلنا الموث في مجموعة من الأجات أول حاجة الموث بيعملها أو موجود فيها موجود الأسنان تاني حاجة موجودة جوه بقنا سلايفا سلايفا اللي هي يعني مادة موجودة جوه فمنا اللي هي بنسميها العربي بالعربي اللعاب لسانك وده لي دور بيعمل ميكسنج للطعام داخل الفم هيبدأ يتكلم على كل حاجة أو فايدتها داخل الموث ليه لأن الحاجات ديت هو بيساعد الطعام أنه يبقى مهضون تعال نتكلم على دور الأسنان بيقول أثناء عملية المضغ بيكسر طبعا الطعام عن طريق عملية المضغ طبعا في حاجة اسمها قواطع وفي حاجة اسمها أنياب تمزق الطعام داخل الفم اللي هو بيرتب الطعام ويساعد أنه بيعمل ميكسنج للطعام بحيث أنه بيسهل عملية البلع بعد كده نمبر ثري طنغ بيعمل إيه فيديده أنه بيخلط الطعام بالإيه باللعب بيقلب يعني عمل زي يعني دور المعلقة لما تيجي تقلب بيها الأكل أو الشرب أو الشاي أو الكب بيتقلب حاجة على حاجة بيستخدام الطنغ بيخلط الطعام باللعاب في الفم ليه يعني علشان يبقى سهل أنك تقدر تبلعه ويدخل بعد كده على الثروت والثروت يدفعه للإسافيجس والإسافيجس يدفعه للإسطمك بيقول لي اعمل طبعا إحنا قلنا عبارة عن يعني أنت لو طلعتها وفكتها تمام هتلاقي أن طولها أكتر من 6 أمتار وبالتالي بيقول لي عنبوبة ملفوفة عملة زي بكرة الخيط إحنا لو هنتكلم عن هتبدأ من نهاية وتنتهي بالإنس اللي هي فتكة الشرق طيب بعد كده ممكن نقارم ما بينهم ما بين وقتين الوظيفة بالنسبة الوظيفة إنها بتعمل ودي مهمة جدا إحنا قلنا الطعام بيدفع من داخل الصمك يروح لل بيبدأ البنكرياس وبيبدأ الكبد يفرز عصارة العصارة دي بتساعد في تخليق اللي هي المواد المهضومة اللي بتمتص داخل الخاصة وبالتالي في نمبر 2 بيقول الطعام المهضوم بتمتص الطعام المهضوم في جدار الأمعاء الدقيقة بالنسبة بالنسبة بقى بتمتص الفضلات بتمتص الماء بيتبقى تتحول هذه الأشياء اللي بتمتص منها الماء لأشياء صلبة اللي بتخرج عن طريق الانس اللي هي بتخرج عن طريق الانس من الجسم يبعد ثاني It absorbs water from the digestive material so they become solid waste بتبقى فضلات سلبة that come out through the ends Activity number 10 Analyze like a scientist ده عنوان activity طبعاً هذا activity خاص بمين؟ خاص بالdigestive system في مين؟ في الانيميلز أنا أخده الكلب والبقرة بس في الأول بنقول نظرة عامة أو بنقول body systems بيتكلم على body systems الموجود في الإنسان والحيوان وعد إيه هو مهم بالنسبة لأتنين فيه اختلافات وفيه تشابهات فيه حاجات بتتشابه وفيه حاجات مختلفة كل واحد ميسر لما خلق لها يعني ربنا دايماً إدانا حاجات مميزة بتميزنا عن الحيوان وإداء كل حيوان ليه حاجة معينة بتميزه عن غيره عشان يقدر يستمر ويعيش وياتأقلم مع ظروف البيئية اللي هو عايش فيها وده هو مبدأ الادابتيشن اللي احنا اتفقنا عليه قبل كده فبقول لي ايه زي الإنسان بالضبط animals need to get nutrients بحتاج برضو إن هي تتفرق تبزي المجهود وبالتالي محتاجة nutrients أو digested food and energy from the food they eat animal digestive systems are adapted to digest different types of food did you know that cow's stomach has four compartments السمك الخاصة بالكاو أو الخاصة بالبقرة عبارة عن أربع مناطق أو أربع حجرات نتعرف عليها معده أولى معده ثانية معده ثالثة معده ربع يعني أربع أماكن أو أربع معيدات أو أربعة حجرات تعالنا نتعرف علي digestive system الخاص بالبقرة طبعا بنتكلم بشكل عام ليه مش بناخده بالتفصيل وكذلك بالنسبة لكلب إزاي هما بيتشافوا وإزاي مين بيتشافوا أكتر مع الإنسان يقول لي dog and cow digestive systems هنقرأ التكست مع بعض in some ways the digestive system of cows and dogs are alike and are similar يعني مختلفين ومتشابهين زي ما تشاهفين كده to the human digestive system similar to humans شابه برضو digestive system في الإنسان the digestive systems of the cows and dogs start at the mouth طبعا زي مين كده زي الإنسان بيبدأ برضو بالفم ده عنده mouth وده عنده mouth والإنسان عنده mouth يبقى الإنسان والكلب والبقرة كلهم شابه بعض انهما start at the mouth the digestive system start at the mouth and end at the anus وبينتهي كله بالإنسان سواء الإنسان سواء الكلب سواء البقرة كله عنده إنس in between special adaptations يقول العشب أو الحشائش الجراس أو البرسيم بديها حاجة معينة في سنانه سنانها بتمايز بحاجة طيب برضو ربنا بيميز الكلب بتماجه في سنانه سنانه غير سنان البقرة يميزه بإيه يا ترى؟ بحيث إن هو يقدر يأكل اللحمة طبعا بيأكل اللحم من أكلات اللحم 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 هو الكلام تعال نشوف التفاصيل دي بالنسبة للكاو وبالنسبة للضغ لبقى بنقول تاني بقونه the digestive system of dogs and cows are alike and are similar to the human digestive system بيقولي cows and dogs start at the mouth ده اللي تشعبه and end at the anus وبرضو بينتهي بالإنس كله بيبدأ بالماث وينتهي بالإنس دعنا نشوف التفاصيل دي animal digestive systems are adapted to the types of food an animal eats يعني digestive system بتتكيف مع type of food طب ديني اجزامبل على هذا الكلام هيبدأ يتكلم بقى على الأكل اللي بتاكله البقرة والأكل اللي بياكله الكلب بيقولي طبعا البقرة مختلفة عن الكلب وكمان الإنسان طبعا الكلب هيبقى الشابه كبير بالإنسان او فيه تشابه كبير بالإنسان طب البقرة مختلفة ليه؟ بيقولي كاو ها بقى digestive system that adapted to eat grass كلمة grass المير حشائش او البرسيم بيبقى digestive system متكيف معه او ربنا خلو انه هو يتكيف معه انه هو ان البقرة بتاكل grass مشائش هيبدأ يقولي التفاصيل بيقولي كاو grass is very difficult to digest الحشاء الصعبة ان هي بتتهضم طبعنا كده ان هي البقرة كده لازم بتحتاج جهاز هضم قوي او digestive system بيكون قوي ولذلك بيتكون من اربع اماكن عندها جهاز هضم طويل with several stomach like compartments compartments زي البقرات بالزبط يبقى تاني تبليه البقرة عندها long digestive system لانها بتقدر تاكل grass it's very difficult to digest it's very difficult to digest زيش الحتة دي مهمة جده على خلاف مين dogs اللي هي الكلاب dogs in contrast على العكس meat is much easier to process so dogs have only one stomach زي مين بقى عند one stomach الهيومن الانسان and a much shorter digestive system وبرضو عنده الجهاز الهضمي بيكون اقصر زي الهيسان بالزبط بيقولي all organs and systems of organisms بيتكلم بشكل عام بقى whether they are animals or plants are adapted in ways that ensure survival يعني بغض النظر بقى كل الاعضاء الموجودة في systems organisms كل دي بتساعد الانسان عشان يبقى ويتكيف مع الظروف البيئية اللي هو عايش فيه يبقى من ننساش تاني ان البقرة بتاكل الغراث الغراث is very difficult to digest ولذلك البقرة have long or cows have long digestive system with several stomachs من ننساش ان dogs need is much easier to process so dogs have only one stomach like human and much shorter digestive system والجهاز الهضمي فيه بتلاقيه قصير تعالا هيتكلم بشكل مفسر على الاسنان الخاصة بالبقرة والاسنان الخاصة بالكلب بيقول لي why is cow's stomach different from a dog's stomach طبعا السبب ايه السبب ان الكو eats grass ويبدأ يفصل يقول لي grass is very difficult to be digested so cow has long digestive system ممكن تقولها digestive system بكده and also some organs of its digestive system are adapted to digest this type of food وكمان يعني ال digestive system مؤهل ان هو يهضم grass it's very difficult to be digested صعبة جدا ان هي تتهضم طيب في ايه تاني في ال digestive system الخاص بالكاو بيساعدها على هضم الطعام اتكلم بالاخص على ان هي عندها for stomach like compartment اهو cow is characterized by moving for stomach like organs compartments زي الحجرات زي الغرف كده طيب تعالى بيتكلم برضو على ان هو بيأكل اللحمة طب ليه بيأكل اللحمة لان هي سهلة الهضم على العكس الشائعي يقولك اللحمة بتاخد وقت كبير عشان تتهضم meat is much easier to be digested سهلة جدا انها تتهضم so dog has a short digestive system عنده جهاز هضمي وصير and also some organs of digestive system are adapted to digest this type of food طبعا ايه الحاجات الموجودة في ال digestive system اللي هي بتخليه متكيف ان هو يأكل اللحمة طبعا هنقوله dog has only one stomach dog has only one stomach نجا جدا مهمة بتتساءل فيها في الاسئلة teeth فرق الاسنان في الكاو والكلاب الاسنان في البقر بتكون اسنان متساوية غير حدة ولكن الاسنان في الكلاب بتكون اسنان حدة sharp can you suggest why بيسألك سؤال هنا هل تقدر توضح لي ليه هي مختلفة طبعا هنقوله cow has flat teeth يعني ايه flat teeth يعني الاسنان كلها بتلاقاها متساوية قد بعض دي حاجة مميزة جدا بتساعدها على انها تاكل العشب بيقول له cow has a flat teeth that are suitable كلمة ار معلش that are نقصر ايه that are suitable for eating grass but dog is sharp teeth عنده اسنان حدة بتلاقيها حمية ولا زي كلها من خلاف من الكلاب that are suitable for eating meat الحتة دي هتلاقيه متكرر كتير في الاسئلة هل تقدر تدينا اقتراح ليه هي different هتقول له على طول cow has flat teeth that are suitable for eating grass but dog has sharp teeth that are suitable for eating meat مناسبة ان هو يكل اللحمة لكن الاسنان في البعر بتلاقيها مناسبة ان هو يكل عشب لانها بتكون اسنان متساوية بكده يبقى احنا انتهينا من حلقة النهاردة الديجيستف سيستم نطق على خير ان شاء الله في حلقة تانية من ساينسي جوليد فورد نشوفكو على خير باذن الله ما تنساش لو استفدت من الفيديو تعملين لايك وشير للفيديو وسبب في القناة